hashtag هذا الhashtag هذا حاليا Amph bongo في المغرب وهذا الhashtag حاليا في التوندوس المغربي . وهنا في هذا الفيديو وسنطرح ثانية الأسئلة سنطلب الأجوبة وهو al sscale السبب الحقيقي م tunnels هذا الhashtag , ماذا فوز القجاع فاسد んでه الصح أو الجامهة الرجوية كان من الناس موت، ماذا فوز القجاع يتلحن من رئاسة الجامع الملكي الكرة القدم, حملة لدروها الجامعه الرجوية ولكن هنا مؤامرة ما Edward م şimdi تدخلاء المؤامرة هذه. واخر سؤال اللي غدين طرحوه. واش ما محقش الجماهية الراجوية يعبرو على حقهم بنشاهد هاشتاق. هاد الاسئلة هدي كلهم غدين جاوب عليهم في هذا الفيديو. ونبدو باول حاجة هو الهاشتاق النيت. الجماهية الراجوية فضر في 24 ساعة فقط. طلعو هاشتاق القجاع فاسد للطندوس. ورجع هو اكبر هاشتاق في المغرب حاليا. وانا كيبين واحد الحاجة اللي مهمة بزاف. بلي الجمهور الراجوي يشارس بزاف للفريق ديالو. وكيبين العالم بلي رجاء خط احمر. وممنوع يقصو شي واحد. وانا كيبين بلي الجمهور الراجوي يمكن يزعزع الدنيا لقبل الفريق ديالو. وهدي بحدة رسالة واضحة للمسيرين الفاسدين اللي كين تحت السيطار. لا تحصل خاصك تعرف بلي كينكتر من خمسة دي المليون مشجع راجوي. غادي كونو لك في المرساد. لان الرجاء العالمي خط احمر لا يمس. نهضر دابع الهاشتاق القجاع فاسد. بزاف دي الناس كيظنوا بلي هاد الحملة هدي بدأس من عند الجمهور الراجوي. ولكن الحقيقة حاجة اخرى. هاد الهاشتاق هذا ما بدأش غير فات السيمن هدي. ولكن هاد الهاشتاق هذا بدأوه الجماهير ديال المغرب الفاسي قبل بشهر. وهاتش يراجع بلي الجماهير ديال المغرب الفاسي حسو بلي راهم الظلمو. من اللي الجامعة اختاروا فريق الجيش الملكي اللي غاديكون فكأس سلمان في السعودية. وانا الجماهير ديال فريق المغرب الفاسي ما تسرطات لهمش نهائيا. وهزو هاشتاق ضد الجامعة. وبالضبط هزو هاشتاق ضد فوز القجاع. وديك ساعة هاد الهاشتاق هذا ما كنش دير واحد لبوز كبير. وكان امر اللي عادي بزاف. وكان بعض الناس قالوا بلي الجماهير المغرب الفاسي ما اردوش على هاد شي داروا هاد الهاشتاق هذا. وزيد عوتي احت اختيار فريق الجيش الملكي في بلاس المغرب الفاسي. كان مفهم واحد شوية لان هاد الفريق هاد في هاد الموسم هاد قوي بزاف. وغادي يكون افضل فريق اللي غادي يمثل المغرب كالسلمان. ولكن اذا جينا للمنطقة الفريق الوحيد اللي كان خاصه يحتاج على اختيار فريق الجيش الملكي. هو الفريق نهدس بركان شخصيا. لان اول حاجة فريق نهدس بركان في الموسم اليداس. كان ربح كاس العرش وكاس كونفيدر الافريقية وكاس سوبي الافريقي. يعني فريق نهدس بركان كان هو الاحق باش يشارك كالسلمان. يعني فات الفترة دي دي الاختيار ثلاثة دي الفرق اللي غادي يمثلوا المغرب كالسلمان. كانت واحد شوية دي النرفزة ولكن فتلي كان الامر عادي. ولكن مرعد شي بواحد وعشرين يوم بالضبط. بنت واحد روينة بين الادارة دي الفريق والجامعة الملكية. وهنا الجماعية الرجاوية تعصبت الواحد درجة اللي كبيرة بزار. وكان عرفوا بلي الحب دي الجماعية النادي دي الهم. ما كيتقاش بمعيار نهائيا. وخصوصا عند الجماعية الرجاوية. لان الجماعية الرجاوية عندهم فريق الرجاوية العالمي خط احمر لا يمثل. وانا فضر فربعة ووشين ساعة الهاشتاك دي القجاع فاسي. ضرب بوم وطلع فالطوندوس بوحد سرعة اللي خيالية بزاف. وخلى العالم كي يهضر عليه. وانا غادي يجي واحد سؤال مهم بزاف. واشهد شو اللي داره الجماعية الرجاوية مزيان ولا ما مزيانج. وزيد عاتنا واشهد شو اللي داره الجماعية الرجاوية كي زعزع استقرار دي البلاد. غادي نجاوب على سؤال هذا بكل صراحة. وغادي نقول بلي الكلمة دي القجاع فاسي. ما خاص الجمهور الرجاوي يقولها نهائيا. لان ما يمكنش تاهم شي واحد بالفساد. وانت اصلا ما عندك حتى شي دليل ملموس عليه. يعني متلا اذا بغاوا الجماعية الرجاوية يعبروا على الغضب ديالهم. يمكن يقولوا متلا للقجاع ارحل هدي مش مشكلة. واللي عبروا على الغضب ديالهم بوحد طريقة اللي سلمية. وانا ما كنقولش بلي الجماعية الرجاوية ما خاصهم شي عبروا على الرأي ديالهم. ولكن خاص تعبر على الغضب ديالك. بلما تهجم على فوزي القجاع وتقول عليه فاسي. حتى تكونوا بطبيعة الحال واحد دلائل ملموسة. ما يمكنش متلا نجي نقول لك انت يا شفار. وانا اصلا ما كان عارفكش. وانا ناعس في الضر دياله وغادي نكتب هاشتاق لقجاع فاسي. هادي ما شي منطقية وما خاصة شي واحد يديرها. انما اذا بغيتي تهجم على فوزي القجاع. وبغيتي تعبر على الرأي ديالك من طرف الجامعة. خاصة شي كون سلمي للوحد درجة اللي كبيرة بزاف. وما خاصةكش تهجم على شي واحد. لان في تعالك تهضر على واحد سيد Li كيف منصاب عالي في الجامعة. وقد تهضر على واحد السيد لي شاد واحد المنصب لي حساس بزاف. راباش كوا الرائس ديالجامع الملكية الكرة القادمة رماشي سهلة بزاف. وباش عاوثين في نوصل وقت التهمات سيدة دى بالفاسد راشي حاجة لي ما يمكنش. لانا ما يمكنش هينا غادي نجي و غادي نقول لك أنت هي فاسد وأنا ما كنعرفكش أصلاً وما يمكنش عاوتي نتامشي واحد بالفاسد وحالياً الكرة القادمة المغربية في أعلى مستوى لها عيداش إذا جينا نشوفه من ناحية المنتخب المغربي فحالياً هو في أفضل ترتيب وإذا هدرنا على الفروق المغربية فهو ما أفضل فروق اللي كن حالياً في إفريقيا وهذا الهدر اللي تنقوله ما تيعنيش نهائياً باللي أنا كندافع لفوزي القجاع ولكن أي وحد تيعطي شي حاجة راتي استهلا وإذا كان عنده شي مشكلة مع فريق الراجع هذا كتيبقى مشكل شخصي بين النادي والجامعة وهنا غادي نمشي مباشرة الناس اللي دخلوا الجزائر في القضية وبدو تقولوا بالجزائر هم اللي دعموا هذا الهاشتاق هذا باش وصل للطندوس غادي نجاوبوا غادي نقول له ما يمكنش أي وحد غادي نوضح تجلي شي حاجة غادي نوضح تسميوها في الجزائر لأننا حالياً تنهضروا على الجامحة الراجعوية هي اللي تتحتج وهنا غادي نقول لك شنو جاب الجزائر الهدرة لأن هذا في تريد يبقى مشكل داخلي ما عند الجزائر تشيد خلابين وهذا شي هذا رمتي زعزعش نهائي استقرار ديال البلاد راعد الاحتجاج هذا اللي تدروا الجامحة الراجعوية للجامحة رواحة الحاجة اللي عادية بزاف لأن من ناحية الجامحة الراجعوية الناس فهم أفضل جامحة اللي تدعموا البلاد ودائماً تيوصلوا مساجات لمهمة بزاف في التفويات ديالهم ودائماً جامحة الراجعوية يدافعوا للمغرب ودائماً جامحة الراجعوية يدافعوا لإستقرار ديال المغرب ما يمكنش الجامحة الرنوض يحتجوا للجامحة وجنتين يتهمهم بالتي تحيدوا لإستقرار ديال البلاد هذا راح احتجاج عادي وحق مشروع الجامحة الراجعوية غير وواد الاحتجاج هذا خاص يكون طريقة سلمية وما خاصش نهائياً تستعمل كلمات ديال الفوز القجع فاسد إنما يمكنك تعبر بشي رأي آخر من ناحية الجامحة ويمكن تحتاج لمديرية التحكيم لأن بكل صراحة التحكيم اللي كن في البوطلة الواطنية نقص بزاف ويمكن تحتاج على الجامعة لأن البرمجة ديال المباراة يتمشي منطقية ولكن ما تخرش نهائياً وتهم واحد الشخص وانت ما عارفوش يمكن في تلات الشخص هذا يكون بارئ وانت يتتهمه لأولو المهم هذا غير الميساج واضح لبعض الناس اللي تقولوا بلي الجامحة الراجعوية تخرقوا الاستقرار ديال البلاد وآخر حاجة اللي يمكن نقول لكم باللل جامحة الراجعوية هما أكثر جامحة تحدراً اللي كن في المغرب جامحة اللي تدافعو لدربو ديال البلاد بالغالي والنفيذ وأصنا الجامحة الراجعوية يمكن تعطي بالغالي والنفيذ من أجل الكورة المغربية لما قبل ما نسمي للفيديو بغيتكم كرجاويين تبارتاجوا هذا الفيديو لماكسيمو باش ما يخرجوش ديك أشباد الصحافة يبدوا يهاجموا في الجمهور الراجعوي لأن الفتال الجمهور الراجعوي فوق أي حاجة افترك معكم حافظ اتها الله